قبل اللحظات خرجوا نتيج القرعات إلى الأمريكا أخذت الباسبور أول شيء حليت البلاستيكة التي كانت فيه ومشيت حليته وتنقلب وش كانت فيه الفيزا اللولاني ما كانت تبعه في الورقة اللولاني وكانت تبعه في ورقة التالتة ومشيت أكاة وتنديل فيها بحلقة نشوفها وش صاحني تصحيحها يكما مظهورها هذه القرعات شارك فيها زير من 300 ألف مغربي ومغربية وهو رقم القياسي واللي حالفهم الحد وفازوا بتشيرة الحلم هذه السنة هما 4065 مغربي ومغربية وبالتالي احتل المغرب الرتبة الثالثة في عدد الفائزين بقرعات أمريكا بعد مصر واليمن علاش قلت الفائزين محظوظين لأنهم غاليتمتعوا بنفس الحقوق اللي عند الأمريكيين من العمل بشكل قانوني واللي استفادة من خدمات الصحة والتعليم والتقاعد والضمان الاجتماعي ويمكن قاعد يحصلوا على الجنسية الأمريكية هذه القرعات ما يمكن يشارك فيها إلا الأشخاص الحاصلين على مؤهل علمي من الباكالورية الفوق ولا رجعنا لعدد الناس اللي تسجلوا في القرعات وبغيين يخوه المغرب غادي ندقوا 300 ألف كل سنة أي أن 300 ألف مغربي ومغربية عندهم مؤهل علمي عالي وقاريين ووعيين بغيين يهاجروا ويخوه البلاد وهذا رقم مخيف وكي يبين لنا فشل السياسة والسياسيين وفشل كل استراتيجيات التي تابعتها جميع الحكومات المتعاقبة على هذه البلاد هذه السعيدة وهنا غادي نرجع لواحد تقرير بحثي دارت شبكات الباروميتر العربي على هجرة الشباب في الدول العربية حيث أكدت أن الشباب العربي كي هاجر لأسباب أمنية بدرجة أولى بينما في المغرب كي العكس الكل راضي على الوضع الأمني وكنضن على أن الوضع الأمني في المغرب الحمد لله مقارنة العديد من الدول العربية مستقر وجيد جدا ولكن عندنا في المغرب السبب للهجرة هو مع أنهم كي هاجروا لأسباب اقتصادية وهنا مربط الفارس وهناك حيني هذا السفر لأسباب اقتصادية على أنه رأى عندنا فشل في السياسة والسياسيين وفشل في العديد من الاستراتيجيات التي تابعتها مجموعة من الحكومات المتعاقبة بما فيهم الحكومة التي تسير للبلاد الآن والتي غادي بها من فشل إلى فشل وكي يبين على أنه لو افتحنا الباب أمام هجرة الشباب وهجرة المغاربة رأى ما غادي يبقى معنا التشي واحد في هذه البلاد هذا إذن من اللي كان نستعرضوا هذه الأرقام هذه كان بغوا نضقوا بها نقص الخطر وكان بغوا وكان نقولوا على أنه رأى أنه نخسروا على أولادنا وعلى بناتنا في التعليم وكان قررهم وكان كونهم وفي التالي كيمشوا لكندا ولا الولايات المتحدة الأمريكية على مدار سنوات طويلة غادي يلقوا الملايين دي المغاربة اللي كيتواجدوا في مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية وكندا بالخصوص إذن هنا غادي حيني على واحد القضية تفكرتها الآن والشيء بالشيء يذكر وهو على أنه سؤال توجه الوزير التعليم العالي على استعادة الأطر والأدمغة اللي هاجرات من المغرب وكان واحد البرنامج اللي تلقوا اللي تكلم عليه وزير التعليم العالي هو برنامج وينكم وهذا وينكم في الحقيقة كتحيني على قصة طريفة جدا في الحسانية الحسانية عندنا واحد واحد المسألة كين قال له غزي ناس قبائل كتهجم على قبائل واحد قبيلة هجمت على قبيلة السيد في الخيمة دياله ناعس مراته جاد في فيقاته قتله نظرة وغزيجة يعني على أنه الناس راهاج مع لكم غادي تكتلكم قال له فين هو المدفع ديالي فين هو السلاح ديالي قتله السلاح ديالك راح دراسك قال له يقلعبوك وين هو راسي وقع ما تلاعرف راسه حتى نحن هذا وزير التعليم العالي كيقول لك وينكم وينكم الناس راعم شاتم عالي الوزير شحال هادي وهاجرات وكتهاجر وكتخوي البلاد ولوتيحت الفرصة تخوي البلاد أنا بريد سؤال واحد نطرحه استعادة هاد الناس هادو في هاد البرنامج اللي وينكم يعني كيتسالوا فينكم الدرجة كان يقول له ديش وجدتوا لهم شنهي الاستراتيجية شنهي الإغراءات شنهي الإمكانيات اللي عندنا إحنا وانتم ممكن تصرفوا على صفرة فاصلة خمسة على ميزانية البحث العلمي إذا لاش غادي يرجعوا هاد الناس اللي غادي يلقوا واحد الوضع جيد جدا فيه الكفاءات ماشي الولاءات مافي لا محسوبية لا رشوة لباك صاحبي لا تشي حاجة دخلت عليك بالله شلاش غادي يرجعوا غادي يرقوا بزاو اللي ما عاناش نحنا واللي ما غاديش تكون عنا مدام عنا مثال هاد السياسي اللي تتك عليه شي حاجة كي يديها واللي يتك عليه شي حاجة ما كيقول له حد شي حاجة إذا رأى هذا رأى كنقوله والله العظيم كنتكلم وكنتكلم بواحد الحصرة وبواحد الأسل لأنه سبب الفشل ذيانا والخطط ذيانا هو النخب السياسي سواء في المجالس المنتخبة سواء في الحكومات المتعاقبة كنا كنتكلم كنقوله الحكومة اللي فيتا زادت علينا الساعة ودابا خيارا زادوا علينا بزاف دي الحويج زادوا علينا في الساعة وزيدوا في ساعتين ولكن ما تزيدوش بزاف دي الحويج اليوماتي كنتكلموا على هجرة العقول وهجرة الكفاءات وحتى واش دجاج توه هاجر لأنه ولب ثلاثة دولارات وإياك ما هاجر توهو الولايات المتعدة الأمريكية مع هذه القرعة هذه ورأى كثرة الهم تضحك والله العظيم ما بقينا فاهمين والو مع هذه الحكومة وما بقينا فاهمين والو في بزاف دي الحويج واش عيباد الله غير اللي يلقى شي حاجة كيديها اللي واش كنقوله وكنأكده رأى ناس كددخل معنده التريال وكتولي دي مليار دير رأى فتن بهذا الوطن وشوية الكبد على هذا الوطن وقسموا بالله العلي العظيم رأى الفرق بينهم بين الولايات المتحدة الأمريكية اللي كهاجروا لها بناتنا وولادنا واحد الفرق هو المحقوم هو المصداقية هو السياسيين كيحطار منفسهم وكيقدموا استقالتهم إلى فشلو المسؤول إلى ده الخطأ واحد بسيد جدا كيساءل نفسه وكيقدم استقالتهم احنا معنا حد يقدم استقالتهم معنا حد كيفشل وفاشلين أغلبهم فاشلين وكيخرجوا العينين كما كان قوله الحسانية يسر قوي قاحر يعني كيدير فاشل وكيخرج فيك العينين ورأى فتن بهنا شوية الله يجازكم بخير وليك يقول لك علاش غادي ورأى ورأى الوضع الاقتصادي والسياسي عنه في البلاد مع هذه الحكومة هذه رهش جدا رأينا بقينا بحل كفنادي مثلا ما يلقى قعباشي الشريش عجال البيض غالي ماطيشة غالية البصلة غالية الدجاج غالي لحم غالي بزرد الحويج وما ترجعوناش لهذا النقاش عود تاني وندخلوا فيه ونقولوا رأى كالنقشو غال هذا الحويج ما نقشو القضايا الاستراتيجية رأى أنتم اللي حطيتونا في هذا المازا فرأى فتنبينا رفعوا شوية اليوم نوضوا شوية معنا وتتوقضوا وإلا رأى غادي تفقوا واحد النهار وما تلقى التشي واحد معكم هذا البلاد هذي تلقوا هانتم وللأسف وكان قولوا وكان أكد أغلالكم عندوا باسبور مزدوج حيما احنا رأى نهار واحد باسبور وعننا واحد الشعار الله الوطن الملك وهذه البلاد غادي نموتوا فيها وغادي ندفنوا فيها وغادي نبغوها شوية نكرادات الله يجلسكم بخير تحياتي لكم السلام عليكم شكرا لكم